مساء الخير بهذا الفيديو رح نحل واحدة من المشاكل بالنسبة للريموت اكستنشنز لو الريموت اكستنشنز ما عمل رجستر ع السيب يو تي بي ممكن نستخدم السيب عن طريق بروتوكول TLS فا اول اشي هدخل على البدالة هروح على settings security service هتأكد انه سيب TLS enable و بختار الport انا فرضا اخترت 6040 و عمل save بعد هيك apply بعد هيك لازم اتأكد بالextension اللي بدي افاعل فيها الـ التلس اكون مختار الـ transport protocol تلس محل UDB لانو UDB هيكون الـ default الـ transport بروح ادت على الـ extension بعد هيك advanced لترانسبورت لازم تكون TLS بعد هيك بعمل save apply بعد هيك بروح الـ extension اللي بدي افاعل علي TLS تأكد انه عمل activate 619 extension password الـ انا لدينا بريد الـ بروكسي سيرفي 5060 نحن بالTLS بريد استخدام سوف نستخدم الport 6040 بعد ذلك advanced transportation protocol لازم نختارها TLS بعد ذلك هنعمل apply ونسفن في مقgio وسائل هنعمل طريق الرا Majesty هنعمل مطاف سع indirect دعيسي قامل هيا زي ما احنا شايفين هون الاستخدام المستخدمه سيستخدمه tls protocol ممكن لو انا عندي remote extensions ها أخط الـ Public IP التابعي وعندي Dynamic DNS نفس الطريقة النسبة لزونة الموبايل أبليكيشن زي ما إحنا عارفين في الـ Domain هنخط الـ Public IP for dynamic PNS مقطتين فوق بعض 6040 اللي هو TLS والنسبة للترانسبورت هنختار TLS يعني مثلا في الزونة الموبايل أبليكيشن هنعمل هاك 6040 لأنه لو خطت الـ Public IP هاك واختار TLS الـ Telephone أو الـ Extension هيستخدم البورد 5060 هو الـ Default فبحث الـ Customization رح أستخدم البورد لازم أحطه 5061 6040 أي شيء Customization غير الـ 5060 لازم أحطه بعد الـ Public IP أو الـ Dynamic DNS وهكما نكون بهذا الفيديو تعلمنا كيف أعمل الـ Register للـ Extension سواء Local أو Remote عن طريق لـ Transport Protocol TLS عشان أحل مشاكل الـ SIP الـ عبدالات الزونة XT-60 و XT-120 شكرا شكرا